تيغرماتيك انتيجرالز الجزء السابق من الفيديو تعرفنا كيف نكامل سين تكعيب سين قوة 4 إلى آخره وتعرفنا كمان كوسين تكعيب كيف نكاملها كوسين قوة 4 كوسين قوة 5 بنفس الطريقة إلى آخره بهذا الفيديو برضو رح نكامل سين مرفوع على قوة كوسين مرفوع على قوة لكن رح نستخدم قانون جاهز اللي هي الريدكشن فورميلا الريدكشن فورميلا فورميلا ظلق عندي وحدة للسين وفي عندي وحدة للكوسين بنشوف كيف الريدكشن مرفوع على قوة كيف بدنا نكاملها سالب 1 على n سين مرفوع على قوة n ناقص 1 في كوسين زائد n ناقص 1 على n في تكامل سين مرفوع لقوة n ناقص 2 طبعا ال n اللي بدأت فيها هون طيب شو هي ال n؟ ال n عادي ممكن نبدأ من اتنين اتنين ثلاث اربعة الى اخره ال n عدد صحيح موجب عدد صحيح موجب ممكن نبدأ من ال 2 بس ال 2 احنا مش بحاجتها لانه احنا منعرف ان كامل سين تربيع هلأ الكوسين كوسين قوة n نفس الطريقة 1 على n كوسين مرفوع لقوة n ناقص 1 في سين ال x n ناقص 1 على n في تكامل كوسين مرفوع للقوة n ناقص 2 لاحظوا التو فورميلاز بشبهوا بعض في فرق بس هون الاشارة السالبة وهون السين صارت كوسين هون الكوسين صارت سين العدد نفسه هون عندي السين صارت كوسين اما القوة متشابهة ف ال n كمان هون كمان من 2 3 4 عدد صحيح موجب طبعا بدي الاحظ هون انه الزاوية المستخدمة في الفورميلة هي زاوية خطية الزاوية الخطية اللي ممكن تكون ax زائد b مش شرط x لحالها يعني 2x زائد 1 و 10 ناقص 5x كلها هاي زاوية خطية فممكن استخدم الفورميلة ب باي زاوية خطية ناخد مثال على السين نبدأ بالسين سين قوة 5 طيب خليني اجيب هلا الفورميلة عشان احل عليها هاي الفورميلة تحت السين طبعا هون عندي الان بتساوي 5 فبدي اكون منتبه وانا احل اللي هي السالب 1 على 5 سين بدي اطرح من الان 1 بتصير 4 كوشاين الى x زائد ناقص 1 اللي هي 5 ناقص 1 اربعة على خمسة في تكامل سين n ناقص 2 اللي هي 5 ناقص 2 اللي هي 3 الآن لاحظوا الساين تكعيب يا بحلو بالطريقة الفيديو السابق يا بحلو على الريدكشن فورميلة كمان مرة راح احلو هون على الريدكشن فورميلة عشان نتعلم كيف نطبقها راح نزل الحد الاول زي ما هو في عندي 4 على 5 بدي اكون منتبه عليها هلأ بدي اطبق الفورميلة كمان مرة لكن هاي المرة بدها تكون ال n بتساوي 3 بدي انتبه فراح تصير سالب 1 على 3 في ساين 3 ناقص 1 اللي هي 2 زائد 3 ناقص 1 اللي هي 2 على 3 في تكامل هون في عندي 3 ناقص 2 اللي هي راح تكون ساين ال x دي x طبعا وصلت اخر شي لتكامل الساين تكامل الساين بعرفه فمش بحاجة اني اطبق الريدكشن فورميلة كمان مرة فهلأ بدي اجي اكتب الاجابة النهائية هون عندي الحد هذا بينزل زي ما هو هلأ الاربع على خمسة بعدين بدخلها يعني ممكن زائد اتنين على ثلاثة شو تكامل الساين سالب كو ساين وهلأ ممكن اني ادخل الاربع على خمسة على القوز واكتب الفاينال انصر طيب هاي تكامل الساين قوة خمسة هلأ بنفس الطريقة ممكن اكامل مثلا ساين قوة ستة ساين قوة سبعة اي قوة بدي بس خليني هلأ اخذ مثال على الكو ساين بدي اخذ كو ساين قوة ستة تمام اتنين اكس دي اكس هاي الزاوية خطية بس قبل ما اطبق الريدكشن بدي اعمل عملية تعويض فبدي اخذ يو بتساوي اتنين اكس فبتصير دي يو بتساوي اتنين دي اكس بصير عندي التكامل كو ساين قوة ستة لا يو دي يو على اتنين فنص كو ساين قوة ستة يو دي يو اوكي فهون منلاحظ انه ان بتساوي ستة ايفن مثال ساين اعطيتكو على قوة فردية هلا بدي اعطيكو على قوة زوجية هلا النص هاي بتركها للاخر وبضرب فيها الاجابة النهائية هلا بدي الريدكشن فورميلة للكو ساين هنجيبها هون عشان انحل عليها الريدكشن فورميلة للكو ساين طيب ان بتساوي ستة خلينا نطبق واحد على ستة كو ساين ان نقص واحد اللي هي ستة نقص واحد في ساين زائد ان نقص واحد اللي هي ستة نقص واحد خمسة على ستة في كو ساين ان نقص واحد نقص اتنين سوري فستة نقص اتنين اللي هي أربعة دي اكس اوكي هون بدنا نرجع نطبق كمان مرة الريدكشن فورميلة على هذا الحد اوكي باتس هون في عندي آآ تمام في عندي آآ مش اكس اللي هي هاي يو لانه احنا عملنا عملية تعويض تمام ايو بالاخير رح نرجع نحط قيمتها اللي هي اتنين اكس النا بدأ اطبق الريدكشن فورميلة كمان مرة هون الحد الاول بنزل اوكي هاي ساين يو ساين يو زائد خمسة على ستة هلأ الريدكشن فورميلة لما ان بتساوي اربع رح تكون واحد على اربع واحد على اربع ايكوساين اربع ناقص واحد اللي هي ثلاث يو ساين يو زائد زائد اربع ناقص واحد اللي هي ثلاثة على اربعة في تكامل كوساين اليوم مرفوة للقوة اربعة ناقص اتنين اللي هي اتنين طبعا وصلنا لتكامل بنعرف نكامله اللي هي تكامل الكوساين تربيع واخده على جانب اذا بدي احنا بنعرف نكامل كوساين تربيع باستخدام المتطابقة اللي هو نص وممكن نرجع نستخدم الريدكشن فورميلا لكن ما في داعي لانه كتير تكامل سهل كوساين اتنين يو استخدمت المتطابقة نص يو زائد ساين اتنين يو على اتنين تمام هات تكامل الكوساين تربيع هلأ باجي برجع سودز اوكي ممكن هلأ دخل الخمسة على الستة هون اوكي بدا تصير خمسة على 24 كوساين تكعيب اليو ساين اليو زائد 15 على 24 في تكامل كوساين تربيع اللي هو هاد اللي هو نص في يو زائد ساين اتنين يو على اتنين طبعا كله زائد سي الآن انتهت الاجابة لكن انا بدي انتبه انه في عندي نص انا تركته من البداية هون فيه نص تركته من البداية وفيه كمان عندي اللي هي اليو بتساوي اتنين اكس فبدي ارجع هدول فبصير عندي الفاينل انسر طويلة هي شوي لكن بدنا بدنا نكون دقيقين نص هاي برا في سود كوساين قوة خمسة لاتنين اكس ساين اتنين اكس زائد خمسة على اربع وعشرين كوساين تكعيب اتنين اكس ساين اتنين اكس زائد اوكي ممكن ادخل الخمسة هون على اربع وعشرين فبتصير خمسة على ثمانية واربعين يو مكان اليو بحط اتنين اكس اوكي زائد خمسة على تمانية واربعين ساين عندي اتنين وهون عندي اليو اتنين اكس فبتصير اربع اكس على اتنين الا ضربنا احنا ضربناها باتنين اوكي زائد السي الا اذا انتبهتوا الريدكشن فورميلا سواء كانت كوساين او ساين لما بنبدأ بقوة هون اخر اشي رح نوصله اللي هو رح يكون تربيع تكامل ساين تربية اما لما نبدأ بهون رح تكون فردي اخر اخر شي رح نوصله تكامل ساين كذلك بالكوساين اذا كانت القوة هون اخر تكامل رح نوصله بالريدكشن فورميلا لما نطبقها اكثر من المرة رح يكون تكامل كوساين تربية ولما بتكون فردي اخر تكامل رح نوصله بالريدكشن فورميلا اللي هو رح يكون كوساين فهذا كل ما يتعلق بالريدكشن فورميلا ودمتم بخير